رئيس حزب الجيل الجديد وعوض تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي العائد للتوي من أولى المواجهات بين السلطة والمعارضة في الشارع دكتور سفيان جلالي أهلا بكم في نقطة الضوء إن شاء الله سلامات مساء الخير سلامات سلامات فيزيكم سلامات سلامات أنت تكلم على المسيرة 24 سيد سفيان جلالي قررتم أخيرا يوم 24 النزول إلى الشارع ونقل المواجهة بينكم مع السلطة من المكاتب والصالونات إلى الشارع ما تقييمكم لهذه المبادرة مع العلم أنه كان بعض الأطراف تقول بأن المسيرة كان عدد المشاركين فيها قليل جدا واقتصرت على قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي أولا ربما الصورة اللولة اللي نقدروا أن نقدمها للمواطنين هو كسر حاجز بسيكولوجي كان هام جدا لأنه ما تنساش أنه المعارضة منذ اللي بدأت تخدم يعني وتنسق العمل اللي انتحها كثير من ينتقدوا ربما على حق في بعض الأحيان ويقول بل المعارضة هذه معارضة صالونات معارضة اللي ما تخرجش للشارع ما تكلمش مع المواطن وبعض المسؤولين في حزاب المولاة يقولوا بل الشعب في واد والمعارضة في واد إلى خير ولكن الحقيقة هي أخرى الحقيقة هي أنه منذ على الأقل عشر رجوان عندما كل المعارضة التقت في مزافران وخرجنا بوثيقة مهمة جدا وهي أرضية الانتقال الديمقراطي اللي قدمناها أصبح العمل جماعي عند المعارضة ومن وضعية معارضات صغيرة مشتتة أصبح اليوم المشهد السياسي ظهر أنه هناك معارضة جدية فيها مستوى كائن وجوه من أحزاب سياسية من شخصيات وطنية من جامعيين إلى خيره ونظن أنه هناك النقلة نوعية هامة جدا ثانيا شوفنا اليوم المعارضة صبحت تخدم حسب المصلحة العليا للوطن ما بخاش يعني مسألة زعمات ما كاش مشكلة الإيديولوجيات ما بخاش هذا قال إسلامي وهذا لايكي ونوع من يعني الخطاب السياسي العقيم لأنه كان ما يجيب ولو فبعد ربما بدعت أشهر أصبحت على المستوى القيادي يعني هناك علاقة متينة ما بين كل المسؤولين ثم الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى المرحلة وين لازم المعارضة هذه تقوي نفسها تتجدر تروح للمواطن فخطوة بعد خطوة يعني الإنسان ما لازمش يكون نوع من القلق هذه خمسين سنة والسلطة يعني ما خليش للفضاء والمساحة باش المعارضة تتكون وتصبح يعني عندها مكانة داخل المؤسسات ويكون عندها وزن نعرف كلنا كيفاش بعد تسعة وتمانين السلطة يعني فتحت المجال لتعددية ولكن بدأت تسير خلف سطار تلك وفلان إلى آخره ومخلات يعني نضج للطبقة السياسية اللي تظهر بكل صلاحية انتحاف فاليوم نظن هناك قفزة نوعية مهمة جدا مثلا باش حضرنا 24 فبريه تلاقاوا كل المسؤولين على المستوى الولايات من كل الأحزاب اللي هما في هيئة التشاور وهذا شيء إيجابي جدا يعني صبحنا المناضلين يتعرفوا يتكلموا مع بعض يتحاوروا يتناقشوا إلى خيرين وبين الأهداف الأساسية عندما أسسنا التنسيقية وكنا نتكلموا ما بيننا كمسؤولين حزاب كنا نقولوا النظام الحالي يعني يحكم عليه بالإعدام في الحقيقة يعني خلاص وقته انتهت الفترة نتاعه ويا للأسف الناس هدوا لسيروا البلاد ما حضروش جيل آخر ليقدر يعني يتحمل المسؤولية بطريقة سالسة إلى خريفة كان من منفرود علينا احنا كسياسيين في المعارضة باش نتحمل هاد المسؤولية ونقول لازم نحضر البلاد نوجد يعني المناخ باش ولا ما تعرفش وش يصير الأحداث وربما نصيبوا أمام الفراخ تكون معارضة جاهزة وتقدر تحمل المسؤولية هذا الشيء مهم جدا أما الآن المسيرة نعم بالطبع الناس ربما كانوا ينتظر خروج حاشد ومليونية إلى خيرهم ما نروحوش إلى هذه كل حدود لأن هذا رأينا في بداية مسيرة هذه خطوة أولى ما تنسوش باللي الجزائريين خايفين من الخروج وما تنسوش باللي السلطة خرجت كل القوة يوم 24 فبري كل العاصمة مطوقة ما كانش منين تدخل العاصمة السيارات ما يتحركوش يعني المناضلين ليوصلوا مثلا صبح يرفضوهم الشرطة وحنا تلاقينا يعني وجه لي وجه مع الشرطة وصبحنا يعني ربما في مواجهات ولكن هذه ما كانتش مخطط لها من خبل المعارضة المعارضة ما تحوش على المواجهة المعارضة عندها رسالة وبالمناسبة الرسالة 24 هي رسالة نقدر غير سياسوية وغير حزبية هي لا لاستغلال الغاز الصخري ونقدر ندخله في المجال لمدى وتانيا تضامن مع أهلنا لرفعين صالح منذ شهرين تقريبا وهما البرة فغير المعقول يعني باشي خلوهما فقط فضل محرم بهذا النقطة فقط سي جلال يعني تحدثت عن كسر حاجز الخوف ولكن البعض يرى أن حاجز الخوف كسره ناس عين صالح وتكسره يوميا يعني كل المظاهرات التي نشاهدها للبطالين وللنقابات ألا تعتقد ألا يحرجوكم سي جلال ربما أن يكون الشارع أسباقية عليكم في العمل السياسي ربما أو العمل الذي له أبعاد سياسية في بعض الجوانب يعني نضيف على محمد ونعبر على ما قال على سؤاله بشكل آخر ما تشوفوش روحكم بلي أصبحتم صادة لصوت الشارع أولا نحن نحيي بقوة الإخوان خاصة لفعين صالح لأنه وراوا للجزائريين كلهم وعي جديد وعي تعالى المواطنة وما خرجوش بش يطلبوا امتيازات لفئة مهما كانت وحتى أولا مشروع يعني لأنه في عديد من الأماكن في الجزائر هناك تظاهرات هناك احتجاجات ونعرف أنه حوالي 10 ألاف أو 12 ألف احتجاج سنويا منذ سنوات يعني أما المعارضة المعارضة بدأت تخرج للشارع أنا نذكر للإخوان في شهر مارس 2014 يعني أكثر من سنة أو سنة بالتقريب كنا خرجنا في مقام شهيد كقيادات للأحزاب باش نقول لا للعهدى الرابعة وكذلك نظمنا في قاعد حرشة يعني كان تجمع ضخم كذلك في نفس يعني نفس الهدف فالمعارضة رأي تعمل لكن ما تنتظروش باش المعارضة دائما تروح للشارع احنا ما يهمناش باش نخلق فوضى لأن الفوضى في الحقيقة اليوم رأنا عايشينها هناك فوضى عارمة وهذا شي كنا نقولوه قبل العهدى الرابعة يا ناس راحين تفرضوا علينا رجل مريض غير قادر على تحمل المسئولية وبعد هاد شبه الانتخابات هو يدخل للدار ويخلي البلاد في فوضى ورانا نشوفو كيفاش الفوضى راح تتعمم وراحين للخسارة يعني لماذا هادشي فاحنا كمعارضة ما نحاولوش باش نخلق بالبلة وفوضى في الشارع أبدا ولكن لازم بعض الأحيان نقول الكلمة ونروح يعني مع المواطن باش يشوف باللي حقيقة عندنا نية باش نغير الأمور انت تقول هادشي ولكن بعض أحزاب أو جل أحزاب الموالات تتهمكم باللي رحبين تدفعوا الشارع إلى العنف هما والله ما عارفوش يسمى الخطة بنتحهم لأن نسمعوهم دائما يقولوا باللي هاد المعارضة ما عندهاش وزن الشعب ما يسمع لهاش ما عندهمش مناضلين هادوما تعصالونات إلى خيره نوع من الخطاب ليحب ينقص ويقلل من قيمة المعارضة أنا أقول له أحبطوا أنتم ديروا المعارضة ولا أحبطوا رحوا للشارع بركة مشيوا بدون حراس خرجوا من السيارات لبلاندي هادوما وروح نمشي للشارع ونشوفوا كيف الشارع يتعامل إن شاهدنا ربما تجمعات الأمي العام الأفلانس سعداني تجمعات حاشدة سيدلالي سهل هذا نحن شوف أنا نذكرك ربما تعطي له ربما شيء من المصداقية في التحرك في الشارع نعم نعم أنا شوف برك فكر بل الحزب هذا عنده المليارة يعني والإمكانيات التعدولة كلها عندهم خمس ملايين يعني موظف إلى آخره يعني فإمكانيات ضخمة جدا والناس يجيبوهم كان يديه يقول له روح نحوص تحوص به ويعطوه شوية يأكل شوية صندويت شوية يقول له روح تسفق الله نعرف هذا المعاملة وعلى أي حال يعني مهما هم روحوا يحسوا تقدرتها من كل المناظرين تحزيبتها الوطني بأنهم يروحوا التجمعات على الأمين العام من أجل صندويتش مشكل المناظرين ولكن نعرفوا هذه المعاملات في النهاية وش نقوله خليوا قواعد اللعبة تكون شفافة للجميع وتركوا الشعب يخير علش متخوفين تقولوا باللي المعارضة ما عندهش قوة علش تمنعوا اجتماع داخل قاعة في فندق هذا مش مرة مش تنيه مش تلتا اجتماع الأخير الذي كان يفترضون يحتضينه فندق سفيد نعم كانت هناك محاضرات موضوعاتية ندوات داخل قاعة في هال 200 إنسان يعني وين هدد وين هدد الأمن تعدوله كيفاش هذا المنع هذا وماش مرة هذا رفض مكرر يعني باش يكرهوا ويملوا المعارضة ترك هذا يقول لك تهدد الأمن ولا يعني يخرجوا راك وتقولوا زود زواوش ما ليسوا تزواوش هدو الأمن كنت تقولوا تبنى منذ 15 سنة وباللي ما بقى حتى حاجة وخايفين ما من هاد شي خلونا نخرجونا وقفو خلي الناس تخرج تعبر على رأيها باركة بالقمع دا ليش تخرج لنا نتايا نهار 24 فبري كان ربما 15 ألف شرطي مجند في العاصمة حنا نحسبوهم كناس خرجوا من أجل التظاهر حتى ولماذا تظهرواش هما باسم المعارضة ولكن كانوا في الشارع لأن هناك مظاهرات فيكونوا عقلين نسعدوا شوية يعني ممكن نشاهدوا في الأيام القادمة وقفات أخرى سي جلالي سوفيان ولكن بشعارات سياسية يعني أنتم مطالبكم معروفة الانتقال ديمقراطي لانتخابات المسبقة هل يمكن أن نشهد تحرك باتجاه الشارع لتحقيق هذه المطالة مع العلم سمح لي سي جلالي سوفيان مع العلم أن التنسيقية قررت أن وقفات 24 فبري ما تكون تحت أي شعار سياسي بالضبط وهذا كلي كان لأن الموقف واضح قلنا نحن لازم نعبر على الموقف ضد استغلال غاز صخري ونضامن مع الإخوان في عين صالح هذا هو الشعار الرسمي وكان هذا كوى الحال يعني لأن ما قلناش يعني نجعلها فرصة باش نستغلها سياسيا لكن هذه خطوة وكذلك يعني على المعارضة المعارضة والحزاب عموما لازم هما يرفعوا مطالب تاع الشعب تاع المواطنين وإلا أن نخدم ضد المواطنين ما داش معناه يعني نخلق أريستوكراسي ولا كيفاش لأن بعض الإخوان ينتقدوا يقول لك أنتم ما راكم ديروا شعبوية وراحين تساندوا يعني شعب ما غير معقول تماما لازم نشوفه عندما الشعب يريد شيء لازم نتفهم نروح له ونحمل معاه هذا المطلب عندما يكون مطلب معقول مفهوم وهذا هو الحقيقة في مجال استغلال